رشادة الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية في تونس وفي ايطاليا الفيديو هذي اللي نشوفوا فيها الشرطة الايطالية توهين في زوز توينس زوز مواطنين توينس حبينا ولا كرهنا من غير من بروا حد شي هذي مهاجر غير نظامي فما قانون وفما حقوق انسان واتعاملت معهم الشرطة الايطالية وانه حكمت عليهم بش يضربوا بعضهم بالكف بش يشدوا بعضهم بالكف واللي ما يضربش صاحبه بالكف هو يعطيه كف نجب تشوفوا معنا الفيديو موجودة على الياندوستخيمينج لايف الفيديو اللي نحكيه عليها والمنتدات تنسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاخذها موقفتهم بعد شوية نقراوها وشنو قاعد يتقال في الفيديو هذي يقولوا انت توظيف ويجب ان تحترم القانون هذي الشرطة يقول للزوز مهاجرين توينس ويقولوا عليك معناته لازم اكتعطيه كف ويزيدي اكده اللي يجب ان اعطيه كف ويقولوا كن راجل واعطيه كف واذا ما يضربوه شوك ينضربوا بشوية ويضحكوا عليه اسحابه سينوه شدهم هو بالكف فالممارسة هذه غير عنصرية ماهيش المرالولة اللي تداز كرامة المهاجرين توينسا الخطابة ذايا كان من عراج الامن ايطالي في مركز حجر المهاجرين في ايطاليا مهاجر غير نظامي تونسي ودفعه كما قلنا الى صفحة مهاجر تونسي اخر قاصر ذلك ما ظهر في فيديوه اللي كما قلنا تدازته صفحات الكترونية ومختلف وكالية الانباء العالمية والحادثة هذه تضاف الى سلسلة من الانتهاكات اللي تطال المهاجرين غير نظاميين تونسا في اوروبا وبالاخص اللي هي اسبانيا وايطاليا وتعزز كراهية الاجانب وتحديدا تونسا منهم والاخطر ان هذه الممارسات اصبحت تتم في مؤسسات تعنا نظريا بحمايتهما واضافة الى الظروف الانسانية الصعبة اللي يتواجد فيها العشرات من التونسيين حاليا في مراكز احتجاز المهاجرين الايطاليين اثر وصولهم خلال هذه الفترة بطريقة غير عفوا نظامية المتدى تونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي عبر عن استعداده للدعم القانوني لكل مجهود يهدف الى تتبع القضاء لكل الانتهاكات اللي تطال المهاجرين التونسا قدام المحاكمة الايطالية او المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان واجدد دعوته لاطلاق صراح كل المهاجرين التونسا الغير نظاميين في مراكز الاحتجاز في ايطاليا واسبانيا ويدعو السلطة التونسية زادة لوقف مسارات التعاون مع الدول الاوروبية اللي من شأنها انه لا تحترم حقوق المهاجرين وتشرع لاعادة القصلية اللي يؤكد على تعاون من مع شركاء في المجتمع المدني الايطالي من اجل السياسات هجرية في بلدين تحترم حقوق الانسان وتحفظ كرامة المهاجرين وتؤسس لبحر ابيض متوسط اكثر تضامن وعدالة هنا فما فما فتح تحقيقي وقضائي في في هذه العملية من السلطات القضائية الايطالية ونندد وبشدة ضد كل الممارسات العنصرية لقاعدة تقام وقاعدة تهرسل معنتها في شباب قصر تونسا صحيح بشيو حرق مهاجرين غير نظاميين ولكن تتعامل معهم بحقوق الانسان وتتعامل معهم بكل انسانية فما دي بروتوكول في العالم مصح عليهم ايطاليا مصح عليهم تونس ودول هذي الكل اللي تحترم حقوق الانسان يلا فاصل ونرجعين